اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة قلنا سابقا انه 2400 سنة يبدو انه العرب انحرفوا في اخر 400 اشي ان انحرفوا في اخر 400 يعني ظهر لانحراف بشكل بارز في اخر 400 سنة لانه انحراف بيجيش فجأة بالتدريج تدريج التحريف فهو تقريبا 2000 سنة العرب كانت ماشية امورهم اخر 400 سنة بدت تظهر فيهم الوثنيات بشكل واضح بشكل واضح طبعا بتكون جذور الوثنية موجودة وبديت تتشكم وبينما انها تجد التربة المناسبة ولذلك الرسول صلى الله عليه وسلم قال انه عمر بن لحي بالحديث الصحيح انه عمر بن لحي هذا هو اللي جاب الاصنام واجعل العرب تعبدها يعطوا العرب مهيئين كانوا صاروا مهيئين ثم الزعامة الها دور الزعامة في كل العصور الها دور في انحراف الناس او انه مصحوا الزعامة لها دور كبير انه عوام الناس او عامة الناس تصح او تنحرف ومن هون بيجي يعني خطورة دائما الزعامات سواء كانت زعامات دين وزعامات فكر زعامات سياسة الى اخره دورها في التأثير على باقي الناس طيب اذا بيصلوا جماعة كيف بيصلوا مش قضية هل فيه في صلوات الامم السابقة ركوع وسجود ثبت في القرآن والاحاديث الصحيحة انه فيه سجود ركوع هذا المشترك بين كل صلوات الامم بس احنا بنشوف اليوم مثلا المسيحيين لما بيصلوا اليوم ما منلاحظ لا في سجود ولا ركوع بنشوف اليهود بيصلوا برضو لا ما في سجود ولا ركوع بيصلوا مثلا عند الحائط البراك بيصلوا بطريقة تعرفوها ماشي هل هي هيك اصلا وطبعا الصلاة في الاصل في المعنى اللغوي الدعاء وسبق قلنا احنا في الالفاظ في المرة الماضية على وجه السرعة انه دائما من قدم الحقيقة الشرعية على الحقيقة العرفية ومن قدم الحقيقة العرفية على الحقيقة اللغوية هذا الكلام اللي قلناه في المرة الماضية لكن كلمة صلاة ممكن مرات تعني الدعاء ومرات لا بتدرك انت من خلال السياق انه مقصود فيها الصلاة اياها اللي بتقرب فيها الى الله والصلة بينك وبين الله وليش الاهتمام بكل الاديان كلها بدون استثناء على الصلاة حتى الوثني لما بنحرف بيصلي بشيك بيصلي وبيصلي مش للصنام بالدرجة الاولى لما يرمز الى الصنام الشيك قلنا في المرة الماضية وذلك استخدم نعبدهم ما نعبدهم نعبدهم مش ما نعبدها لانها يبترمز لاشي عاقل في الاصل الكائن ملائكة زعماء جن الى اخير بيعبدوا وما نعبدهم بدون الله طيب نرجع الى نبدأ في الصورة بعد هذه المقدمة الضرورية هذا الفرش مشان نشوف انها الصورة اولا هي مكية ونشوف ايش المقصود ارايت الذي يكب